إلى ملفنا الأول والرئيسي حيث نظم أتباع الكنيسة الإنجلية المشيخية السودانية بالخرطوم وقفة احتجاجية أمام وزارة الشؤون الدينية والألقاف السبت تطالب بإزالة تمكين لجان المؤتمر الوطني لإدارة الكنيس ولهذه الكنيسة معركة قديمة مع نظام المخلوع البشير الذي تتهمه بالتغول على أملاكها وأصولها وبعد بزوغ فجر الثورة ها هي الكنيسة الإنجلية تأمل في معالجة هذا الملف لكنه لا يزال محلك السر وهو على ما يبدو ما دعاها لفرض الخروج إلى الشارع أهلا بكم بكل محبة نريد العدالة أبس على وقع إيقاع شعار الثورة الخالد تسقط بس رفع أتباع الكنيسة الإنجلية المشيخية السودانية لافتاتهم وهم ينفذون وقفة احتجاجية أمام وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالخرطوم وسلموا مذكرة لوزيرها نصر الدين مفرح يطالبون فيها برد حقوق الكنيسة التي تعرضت حسب وصفهم للنهب والمصادرة من قبل سلطات الوزارة نفسها في عهد النظام البائد المذكرة أشارت إلى حتمية إعادة ممتلكات كنسية تتبع لها تمت مصادرتها دون وجه حق فشلت معها كل محاولات البلاغات التي رفعت بشأنها أمام المحاكم ونوهت المذكرة أيضا إلى تغول لجان تدين بولائها لنظام المخلوع لإدارة شؤون الكنيسة ما مكن لهم ولحزب المؤتمر الوطني المحلول بالتسبب في انتهاك حقوق الكنيسة الدينية والروحية وطالبت فيما أسمته بتصحيح الأوضع وإعادة كل ما يتعلق بإدارة الكنيسة الإنجيلية لما كانت عليه قبل النظام الثلاثين من يونيو البائد وزير الشؤون الدينية والأوقاف مفرح تسلم مذكرة منفذي الوقفة الاحتجاجية أمام وزارته وخاطب ممثليهم شارحا الخطوات التي اتخذها بخصوص رد مظالم وإعادة حقوق الكنيسة أنا شخصية عبر الوزارة دي أتقام ينعمل في لوائق ونظم وغوانين بس ما تسمح للوزارة أنها تتخل في شؤون الكنيسة بقدر ما هي فرعة وشؤون الكنيسة حس اللوائق دي ننظم فيها إنه ما داخل الكنيسة ديروا كنيسة لكن إحنا يكون دورنا إشرابي بس يكون في علاقة مباشرة ما بين الوزارة وما بين الكنيسة على غير ما كان سايد فيه النظام المبادل نظام البايد كان يتدخل من الكنيسة منه يبقى رئيسه منه يبقى منه ما يبقى صح لكان الحاصل واعدا بأن تعود إلى سابق عهدها بما يحفظ للجميع حقوقهم وحرية معتقداتهم في ظل مناخ الحريات الذي تبنته ثورة ديسمبر المجهدة وقفة أنصار الكنيسة الإنجلية مشيخية السودان بعثت برسائل عدة في بريد جهات مختلفة لعل أبرزها تمدد نظام التمكين وتغوله حتى في المؤسسات الدينية الكنسية ما يضع لجان إزالة التمكين ومحاربة الفساد أمام مسؤولية مضاعفة تتطلب رد الحقوق إلى أهلها وتصحيح الأوضاع إلى ما كانت عليه اليوم قبل الغد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدي الكرام إذن في ملفنا الرئيسي الأولى المسيحيون بالسودان حقوق لا تسقط بالتقادم هذا هو عنوان هذا الملف أرحب بكم جميعا بكل المشاهدين الذين يتابعون على الهواء مباشرة وبكل الذين يتابعون عبر منصات التواصل عبر خدمة البث الحيوى الذين يتابعون واسم البرنامج دائرة الحدث أهلا ومرحبا بكم أرحب أيضا بضيوفي أو ضيفي الكريمين من داخل الأستوديو الأستاذ بطرس بدوي علي كومي مستشار وزير الشؤون الدينية والأوقاف لشؤون المسيحيين سيد بطرس مرحب بك في هذه الحلقة أهلا بك مرحب أيضا بأستاذ رأفة سمير مسعد رئيس مجلس الطائفة الإنجلي المشيخية بالسودان سيد رأفة مرحب بك أيضا في هذه الحلقة لكن أبدأ معك سيد بطرس حقوق المسيحيين في السودان قبل وبعد الثورة هل ما دفع بطائفة أو بمجموعة من الطائفة المسيحية في السودان بتنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية هو شعور بمشكل في الحقوق طائفة الإنجلي تحديدا هو شعور بمشكل في الحقوق مشكل معين في الحقوق أن هناك أن هذه الثورة لم تستكمل لهم بعض المطالب أو ماذا بداية نترحم على روح الشهداء والمفقودين وجرها أن يعودوا إلى زويهم أنا في الحقيقة دائما يكون واضح بعض الشيء أنه الاستورة السودانية جات وفتحت شراكة حقيقية بين مكونات الشعب السوداني بين مختلف فديان ومثقافات ومعادات ومتقاليد هذه الشعارات التي كنا بنرفعها على مستوى الشارع السوداني وكنا بنطالب أنها تكون موجودة وجاء نصر الدين مفرع معلن للحقوق وداعم لخط التعايش ومعلن للوسطية في كله وعلى وطن ومعلن ومنظم لمجموعة من الورش المعني بالمسيحين والمسلمين التي كانت طواطها وصدها واضح جدا أنها تدعم الخطي على التعايش السلمي بين مكونات المجتمع السوداني في الحقيقة حقوق المسيحين في السودان استصحبتها دستورة 2005 الانتقالي في الباب الثاني باب الحريات الأساسية والحريات الدينية وفي المادة السادسة بالضبط الحقوق في حد زهدها كانت موجودة على مستوى التنظير أو مستوى السياق القانونية التشريعات والقوانين لكن على حيث التنفيذ كان في حقوق مختلفة تماما هي عبارة عن مصادرة وهدم للكنائس وتكسير للكنائس وضرب للقدام واعتقال للقدام في حقيقة الأمر ما دفعت طائفة طائفة المشيقية الإنجيلية لتنفيذ الوقف الاحتجاجي أمام الوزارة نحن في الوزارة ورسنا مجموعة من السياسات التي كانت خاطئة جدا التي أعتبرها أعملية لتمكين بعض القساوسة داخل المؤسسات الكنسية والسياسة دين التحجى نظام المنطور الوطني لأن إدارة شؤون الكنائس في وزارة الشؤون الدينية كان يديرها الأفراد من جهاز الأمن والمقابلات الوطنية اللي هم أصلا ما عندهم علاقة بالديانة المسيحية وحتى المسيحين اللي كانوا موجودين في الوزارة هم ناس بسيرهم لتنفيذ أجندة كانت واضحة جدا في الزمن داك ببساطة في إفادات بتطلع بتطلع قمشي للجهاد العدلية والجهاد الحكومية إنه بتبين الطوافل أو الأجسام الشرعية داخل الكنائس ومع العلم إنه الوزارة ما عندها حتى تدقل في الشان الداخل الأشؤون الداخلية وده نفس القط اللي مشى فيه ونصر دي مفرح وقال نحن جانب إشرافي والجانب الداخلي يحكم الدستور ويحكم الكتاب المقدس وكلام اللي نحن سمعناه في الإعلام وسمعناه لا من استلم المذكرة للشباب المحتجين طيح أستاذ رأفة مرحب بك أيضا في هذه الحلقة هل لك أن تحكي لنا عن تاريخ الأزمة الأزمة الكنيسة الإنجيلية تحديدا في عهد حكومة البشر؟ الكنيسة الإنجيلية طبعا كنيسة قديمة في السودان وكنيسة ضخمة جدا معظم أعضاء من مناطق المحررة ومناطق الهامش مما خلق مشكلة مع الأنظمة المتعاقبة لأنها لا تتوافق معه الكنيسة طبعا ما عندها دخل بالسياسة لكن المؤمنين أعضاء معظم ما متوافقين سياسيا مع الأنظمة وده جعل الحكومة تتخذ إجراءات ضدنا معينة زي ما تفضل أخونا بطرس وقال والمشكلة بدت ظاهرة بصورة سافرة في 2013 أن الوزارة هي شكلت لجان لإدارة الكنيسة ومكنتهم بقوة الشرطة وبقوة النيابة وجهاز الأمن زي ما تفضل أخونا بطرس والإدارة المسؤولة عن الكنيسة هي إدارة تابعة لأمن المجتمع في جهاز الأمن الوطن المخابرات مع إدارة برقراطية يعني عادية والإدارات دي أصدرت قرارات وزي ما هو تفضل وقال أصدرت خطابات للناس اضطرينا إحنا دفعنا أن نتوجه للمحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية أصدرت أحكام نشكر الله أنه كان القضاء فيه قضاءنا زيهين وأصدروا أحكام في صالحنا كثيرة من الحكومة خمسين في ٢٠١١ والوزارة نفسها استأنفته ودعمه بالمحكمة العليا يعني أيدته في القرار ١٧٦ على ٢٠١٦ للأسف طبعاً استضمنا بال هو إرادة الوزارة أنه لا يستنفذ الأحكام دي وحتى يعني القاضي ممكن اقتبس ليك جزء من قال القاضي في الحكم أنه في تنفيذ الأحكام الإدارية فإن امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارية تأخذ صوراً عدة تتراوح ما بين التراخي في التنفيذ وإساءته إلى الرفض الصريح أو تنفيذ الحكم ناقصاً رغباً منها فعاقة التنفيذ للحكم الصاد متعسفة في ذلك وعلى أجهزة الدولة مؤسساتها تنفيذ وامراً محاكم وإلا خرجت الدولة خارج إطار الدولة القانونية وذلك يعدم الصيقة في السلطات التنفيذية والتي من أهم وظائفها تنفيذ القانون والتي تعد أحكام القضاء إحدى صوراً يعني للأسف هذا قاضي بيكتب كده كيف الإدارة ما عايزة تنفيذ أو ما عايزة تطيع القرار بعد الثورة احنا توقعنا أنه يكون فيه رد سريع للمظالم باعتبار أنه القضية واضحة أنه إنت عندك ناس ما عنده موجود على الأرض اللجان مشكلة أنت هذه اللجان بدت تتصرف في القصة ما قصة أملاك بس يعني بدت تهديم دور العبادة بدت تهديم مدارس زي المدرسة الإنجليا بحري من 1906 وأول مدرسة للبنات في السودان وتبتعد تهديم المدرسة التجارية في مدرمان المدرسة ينجي فهي بدت تهاجم وجود الكنيسة النفس ومش القصة قصة أملاك أو قصة بتاعك كما يحاول النظام السابق وللأسف مرات بنشهد أنه بعض الأشخاص بيصوروا أنه كان هنا مشكلة داخلية احنا ما عندنا مشكلة داخلية في الكنيسة الإنجليا المشيخية احنا مشكلتنا وقضايانا دي كلها ضد وزارة الإرشاد والأوقاف ما ضد أفراد موجودين معنا الوزارة دي استغلت في وقت بعض الأفراد المحسوبين على الكنيسة لكن ما عندهم وجود على الأرض يعني حتى أنا كل مرة بقول الوزراء السابقين والحاليين هما لما يجوا مثلا في عيد الميلاد عايزين يعيدوا على الكنيسة إنجليا المشيخية ما بيتوجهوا للجان دي بيتوجهوا للجان اللي هما بيطلعوا خطابات ضدها ويقولوا أنه هي ما شرعية اللي هي إحنا ويجوا كنايسنا ويهنونا فبينقول لهم يطب تجونا لي يعني همشوا الكنيسة التانية اللي بتفترضوا أن هم اللي جان شرعية لأنهم ما عندهم وجود أصلا يعني ما عندهم كنايس ما عندهم وجود على الأرض فللأسف اللي إحنا كنا بنتوقعوا بعد الثورة إنه إنه إحصل تغيير حقيقي في التوجه بتاع الوزارة اللي كده وإحنا استلمنا وعود ويعني إحنا طبعا للأسف من زمان بنتعود على معسول الكلام يعني الوعودة الجميلة لكن بنتمنى أنه إحنا نشوفها على الطبيعة ونشوف الحق يرد لأصحاب سيد بطرس ماذا ستفعلون في هذه القضاء يعني كأنما سيد رأفة تحول الكرة في ملعك الكامل نحن في وزارة الشؤون الدينية والأبقاء في نصر الدين مفرح بدأ قطوات جادة وحولنا الملف كله قدام وزير رئيس الوزراء دكتور رفض الله حمدوك وقعتنا الطرفين واستمعنا للطرفين وكانت محاولة هي محاولة لإيجاة حل لمشكلة الكنيسة الإنجيلية لكن للأسف ما وجدنا حل والآن إحنا على الضرط بنحاول نقعد مع الطرفين لاستماع للروية الروية الحلول المنطقية وروية الحلول الممكنة لإنزال على أرض الواقع وتوحيد المؤمنين المشكلة حصل فيها نوع من التشديد ما عادي وكل من الفريقين يصور المشكلة برويته الخاص ونحن في الوزارة نقف في قطمه في لاين واحد من كل من هناك فريق على الأرض يسميه اللجنة الشرعية التي كانت يسميها الوزارات أو وزارة الإرشاد والأوقاف سابقا يسميها باللجنة الشرعية التي وجدت مكانة قانونية أنا أسميها مكانة قانونية ولكن على الأرض وجودها محزوز بعض الشيء لم يكن لديها كنائز بالمعنى أو أيضا المشكلة موجودة في الكنيسة الخمسينية هناك فرد واحد وهو يعتبر لجنة شرعية وبقية 18 كنيسة لا يمثلون لجنة شرعية وفقا لروية وزارة الإرشاد والأوقاف سابقا وهناك مشكلة في كنيسة المسيحة السودانية أيضا من المشكلات التي ورسناها نحن في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف هناك لجنة تسمى باللجنة الشرعية لكنيسة المسيحة السودانية لديها خمسة كنايس وأما اللجنة التي لديها 21 كنيسة يعتبرونها لجنة غير شرعية وفقا لروية الوزارة الرؤية الأمنية التي كانت تعمل جاحدة لتشتيت الكنيس تشتيت القادة المسيحين وصناعة قادة فوق الواقع الكنيسي تلك المشكلة هي مشكلة واضحة نحن الآن نسأ جاحدين داخل الوزارة لإيجاد حل مرضي لكل الطرفين طيب ما هو الحل المرضي برأيك يعني هذه يعني كأنك تقول أن هذه اللجان القديمة هذه اللجان القديمة ليست لجان شرعية تمثل هذه الكنيس طيب لماذا أنتم جهة اختصاص لماذا لا تحسنون هذه القضية حتى يعود هذه الأشياء لأهلها القضايا لن تحسن بين يوم وليلة سيدي نحن لدينا إجراءات التي تتقذ ليلا ونحارا ونتدارس تلك المشكلة داخل الوزارة مع وزيرنا ناصر الدين مفرح ويبدو بعض التفاحمات الواضحة ولدينا زيارة إلى أرض الواقع نزور فيها جميع الكنيس الانجلية المشيقية ونقف على حجم الحقائق والحجم الطبيعي لللجنتين ومن بعد ذلك نتقذ القرار الصائب طيب سيد رأفت قبل أن أسأل سؤالي أود استفسار هو في شكل سؤال أيضا لكن هل لديكم إحصائيات بالأصول التي تم التعدي عليها في الفترة السابقة بداية أنا قبل أن أجعب على السؤال أشكرك على الإجابة لأن السيد الوزير أقر أن النظام البائد كان يأتي من ناس وعينه ويعينه مرأسه فإحنا نتوقع من النظام الجديد اللي هو استكمال لسؤال لكنه يزيل هذه الأسأل بالنسبة للأصول هذه اللجانة التي أقامتها الوزارة للأسف أبرمت عقود استثمارية طويلة الأجل لبعض الأفراد وجهاز الأمن برضو صادر كمية من العربات وحجز كمية من الأراضي مثل القرار 26-2013 وقرار 36-2013 السيد الرئيس الجهاز السابق محمد عطا بحجز أملاك مسيحين الجهاز أيضا أصدر قرارات بنزع جنسيات من المواطنين السودانيين لأنهم مسيحين أيضا صادر سيارات وأملاك منقولة لمواطنين مسيحين بالنسبة لأننا في الكنيسة الإنجيلية المشيخية هل هناك إحصائيات بذلك؟ عفوا للمقاطع موجودة نعم كلها موجودة وكلها حتى كل المنقلات محصورة طيب مدى يمكن أن تفعل لكم الحكومة في هذا الملف تحديدا مسأل ما يلف الأصول أبصد حاجة مثلا يعني حسة مثلا زي الأراضي بتاعت الكنيسة الإنجيلية المشيخية الوزارة بتخاطب المسجل العام مع أنه عنده السجيل وعنده كل الدستور بتاعة الكنيسة لكن خاطبته بأن اللجانة الشرعية المسؤولة من الكنيسة الإنجيلية هي لجانة معينة وعطت كل الحقوق وهذه الحقوق حتى تشمل البيع وفي محاولات أين هي هذه الأراضي؟ مثل الجريف غرب حاولوا يبيعوا حسي جزء من الأرض عندنا أراضي في الخرطوم شارع القصر عندنا في درمان عبرة مدني يعني كثيرة جدا لو حبيتها جبليل لكن هذه الأراضي وخاطبت المسجل العام بخلاف الحاجة الشرعية وبخلاف حتى قرارات المحاكم اللي احنا ودينا له والمسجل وادتهم الحل نحن نتوقعنا من الوزارة أبسط حاجة أنه تلغي هذه القرارات تلغي هذه الإفادات حتى يعني زي ما بقولوا نقدر نلحق ما يمكن نصلح ما يمكن إصلاحه ومن الذي يحدث وحتى الآن لم يحدث شيء وهذا ما يحزيننا يعني أنه مرات مما يجعلنا نشعر مرات من التعامل مع ملف الحقوق المسيحين السودانيين التعامل سياسي وليس تعامل أصيل أنه توجه أصيل ماذا نقصد؟ يعني تعامل سياسي أنه تعامل مع هذا الملف ليس توجه أصيل للدولة أنه هؤلاء مواطنين هؤلاء مواطنين عندهم حقوق عندهم امتيازات عندهم واجبات كباقي المواطنين لكن يتم التداول مع الملف بصورة وغالبا ممكن يفهم أنه بالضغط هو العقوبات الاقتصادية مجتمع الدولي ووضع ملف الحريات الدينية كجزء أصيل من الشروط التي تسمح للسودان بالعودة لمجتمع الدولي نحن نتمنى خلاف ذلك نتمنى أنه يفهم أنه هذا فنحن لا نطلب منحة هذا حق أصيل هذا حق للشعب وحق لمواطن مواطن سوداني يتمتع بكافة حقوقه ويتمنى أنه في هذا الوطن يعامل معاملة مساوية لكل المواطنين البن والعدل للجميع وليس مساوى في الظلم كما كل الوزراء بيقوله لكن نستاوى كلنا في العدل وفي الحرية لنا وللجميع نعم سيد بطرس هذا أبسط شيء أنت كمستشار لوزير الشؤون الدينية ولا أخاف لشؤون المسيحيين بوزارة الشؤون الدينية ولا أخاف هذا أبسط شيء ربما كان يتخيله المسيحيون بالسودان أن يتغير الواقع هذا ونحن نتحدث الآن عن إجراءات أولية في طريق في طريق هذا الدمج الكبير في المجتمع وفي طريق طريق كما ذكرت قبل قليل تحقيق شعرات الثورة لماذا التأخر؟ يعني إذا كان التأخر بسبب البيروقراطية أيضا هذا ما كان يحدث في السابق متى يمكن أن تحل هذه المشكلات؟ في حقيقة الأمر نحن في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ورسنا مجموعة من البيروقراطيات المكتبية ومجموعة من الإشكالات أو السياسات السابقة التي كانت أسميها بالسياسات الاشتجالية والسياسات الأمنية التي تقرج مثل الإفادات التي تحدثت عنها سابقا تخرجوا بلا سند قانوني بلا لايحة بلا مرشد حتى ولست لديها واقع قانوني ونحن الآن نؤسس لواقع قانوني كلفنا مجموعة من الشباب المحامين المسيحين لسياقة لايحة قانونية ومن بعد ذلك يمكننا وفقا لاستنادنا لمادة قانونية نلقي على ضوية تلك الإفادات التي طالت المؤسسات الكنسية وتضقلت في شأنها الذاقل مع العلم أن تلك المؤسسات لديها قانونها ولديها دستورها ولديها كتابها المقدس ولديها مومنيها ولديها درجاتها الكحنوتية التي يحتكمون بها المدى الزمني أيضا مهم هذه المسألة هذه الحكومة لم تتشكل بالأمس ربما لها شهور وشهور وهذه الفترة تزداد ومن بعد يوم هل أنتم الآن نريد أن نعرف فقط واسمح لي على تكرار السؤال لكن بشكل آخر حتى لفائدة المشاهد ولفائدة باشمهدس رأفات ومن يتابع من الإخوة المسيحين الآن طيب هل هناك توقع زمني معين يمكن أن تنتهي تفرغ من مسألة صياغة القوانين هذه والانتقال إلى مرحلة الفعل الحقيقي هل هناك مدى زمني وضعتمه هؤلاء الأشخاص الآن خرجوا إلى الشارع الآن المسيحيون في الشارع يشعرون بالملل نقول فقط الملل لكن من أي شيء آخر ربما نحن لدينا مدة زمنية محددة لعمرها شهرين بعدها سوف نتقز مجموعة من القرارات ولكن قبل ذلك لدينا تشاوراتنا في الداقل ولدينا مجموعة من الأشياء التي نحتكم إليها وسوف يجلس نصر الدين مفرح مع جميع رؤوسات طوايف المسيحية في السودان لإضاح بعض أو لبعض سياقة بعض الأشياء الحقيقية التي على ضوها تدار الكنيسة وعلى ضوها تبنى العلاقة بين المؤمنين داخل الكنيس حتى يستند لها نصر الدين مفرح لإتقاذ سلك القرارات التي ينتظرها باش مهندس راحفة وكل الشباب المسيحيين في الطرقات العامة في حقيقة الأمر نحن لم نتأقر نحن لدي ورسنا مجموعة من المشكلات الكنيسة لست بمعزل عن مؤسسات الدولة هي مؤسسة تآزمت وهناك مجموعة من القساوسة الآن هم جزء أصيل من المشكلة السودان ولست مشكلة الكنيسة فقط هم كانوا بالأمس القريب يد الجمنة للنظام وهم يمدون النظام بكل ما يمتلكون من قوة وحتى هم عملوا على تبديد موال الكنيسة لصالح نظام المطمر الوطني وقد شاهدتم من يقيمون الحملات الانتقابية في الطرقات العامة دعما للرئيس المقلوب عمر حسن أحمد البشير ولكن نحن لن نتأقر ولكن على رفة سمير وأنصاره أن يأقون مدى زمنية حتى نستطيع من قلاله مدى زمنية لست مهلة لست بالطويلة قلت شهرين حتى نستطيع اتقاس تلك القرارات دون أن يتأثر الأطراف الأقرى أو دون أن نقص حد من الكنيسة أو دون أن نصنع مشكلة أقرى في معالجتنا لمستهاده الأزمات طيب سيد رفة مرايو بداية تعجب لإقرارهم بأن زي إقرار السيد الوزير أن هذه اللجان تم تعينها من المؤتمر الوطني لأهدافهم إقرار السيد بطرس الآن أن هذه اللجان أضرت بالكنيسة وأضرت بالصورة بتاعت السودان الخارجية مما سببته للإضحاد ولمشاكل للدولة إقرارهم أيضا بأن هذه لا تمثل الكنيسة بل هي لجان معينة لتحقيق أجندات معينة فبعد هذه الإقرارات ما زال ننتظر لتحقيق العدالة وقال يعطوهم مهلة شهرين وسأتوحل هذه المشاكلة وقال أن هناك هذا ما يحير إذا أنت مقر بكل الحاجات ومقر حتى الأحكام القضائية في صالحنا ومقر بكل هذا الشيء ما الذي يمنع الوزارة من اتخاذ ما يلزم هذه السلطة في يدك باعتبار أنه باعتبار أنه أنت مقر أن كل الأشياء هذه أنك تحق الحق وتجري العدل فما الذي يؤخرك أيضا نحن لا ندين أحد ولا نستعجل شيء ولا نريد أن نقص أحد وهذا نحن كناه كثير نحن هذه الكنيسة عندنا آية واضحة من يكتم خطاياه لا ينجح من يقر بها ويتركها يرحم أنا كمسيحي من يتوب ويقر بخطائه أنا مطالب أن أسامحه وأضمه الكنيسة لن ترمي أبنائها في الشارع لن تلقي بأحد في الشارع فلا نمارس الإقصاء هل ستعطوهم المدى الزمني الذي طلبه سيد المستشار قبل قليل نحن صبرنا على قضيتنا طوال هذه السنة وسنستمر وسنشق طريقنا بأسنانها ونجاحنا ستستمر في ماذا ستستمر في الصبر أم في التصعيد سنستمر في طريقنا طريقكم هذا صبر أم تصعيد التصعيد هذه الكلمة لا نستخدمها نطالب بحقنا بالطرق المشروعة لا والتصعيد هذا لا نقصد به شيء سلي تصعيد العمل الحقوقي هل ستستمر في هذا الطريق أم ستستمر هذه الكنيسة ستستمع إلى حديث السيد طوال هذه السنين والمعاملة غير القانونية وغير الشريفة التي كان يعاملها النظام السابق أبدا لم تستخدم أي وسيلة غير شريفة هذه الكنيسة لا نقصد وسيلة غير شريفة سيد سيد رأفل أكبر لك أكبر لك لا لا أكبر لك نعم فهذه الكنيسة استمرت في أدائها طلب حقها القانون وهذا واجبنا كقادة للكنيسة أو كشعب هذا الشعب عنده حقوق توجه إلى القضاء ونالها بأحكام قضائية توجه عندما حس بتأخر هذه البزارة هذا الكلام إحنا سمعناه المهلة هذه سمعناه قبل ثلاثة شهور وعند تعيين السيدة الوزير وسمعناه أيضا قبل فترة وسمعناه من كل الوزراء السابقين الذين كانوا يأتون أي أحد كنا نتوجه إليه ونقول له عندنا المشكلة الفلانية يطلب مهلة زمانية للحل يأتي إلينا بنفس الأفكار اللي هي أنه صلح عندكم مشكلة داخلية حلو مشكلتكم الداخلية هذه الوزارة ليست طرف في هذه المشكلة ونحن سائرون في طريقنا ونحن زي ما قلت لك سنشق طريقنا بأسنانه لن نستطيع أن نتراجع لن نستطيع أن نتراجع وضميرنا أسير للكتاب المقدس وأسير لدستور الكنيسة اللي هو يحكمنا في نظام وهذا الكتاب وهذا الدستور يأمرنا أنه نفتح فمنا ونقاضي عن اليتيم ونطلب الحق بكل وسيلة مشروعة لنا هذا التصعيد الذي تدعيه وبدأي الشباب طلبوا حقهم بصورة سلمية بصورة حضارية ولم يتوجهوا طيب ماذا بعد؟ أنا هذا ما أقصده ماذا بعد؟ حاليا نحن زي ما قلت لك عندنا قضايا كثيرة ضد الوزارة لن نستطيع إيقافها طبعا بحاجات في المحاكم سنستمر فيها ما عندنا حل وفي نفس الوقت أبوابنا مفتوحة السيدة الوزير لما نلاقعنا أي وقت كنا بنقول لي إحنا ليس لدينا أي مصلحة لديك قضايا ضد وزارة الأوقات؟ كثيرة كل قضايا أصلا بعد الثورة حتى بعد الثورة؟ قبل الثورة هي قضايا مستمرة من قبل الثورة نعم واستيل في المحاكم ولكن توجهنا للسيدة الوزير أن هذه الكنيسة ليس لدينا أي مصلحة في استمرار المقاضة واستمرار هذه القضايا وليست لدينا أي مصلحة في قامة عداوة مع أي أحد أي أن كان نحن هدفنا واحد اللي هو حقاق الحق ويرجع الحقوق لأهله وهذا الحق ليس حماية لحق الكنيسة الإنجلية المشيخية فقط بل حماية حق الوجود المسيحي في هذه الدولة كمواطنين سودانين ده الحق اللي لازم يتفهم هي القصة ما قصة أملاك أو قصة شرعية أو لجان أو ما شرعية كان في نظام يطالع عايز يغير هذا شكل دموغرافية هذه الدولة لي شكل واحد لي جنس واحد لي دين واحد وهذا الشعب سار ضده والكنيسة وقفت ضده من سنين وهذا هو توجهنا إنه هؤلاء مواطنين سودانين لديهم حقوق منها حرية التعبد حرية التدين حرية امتلاك دور عبادة حرية تقرير من يصلي به هذه الحقوق الأساسية والحق لا يتجزى والحرية لا تتجزى من أجل ذلك نحن نطالع وزي ما قلت لك ضميرنا لا يسمح لنا أن نتراخى أو نتراجع في تنفيذ ما يأمرنا به الكتاب المقدس أو ما يأمرنا به نظام الكنيسة كدورنا دي أمانة في عنقنا إحنا مجبورين نعمل ودورنا كمسيحين مؤسدانين إنه نقول الحق ونطلب من أجل الحق ونفتح فمنا من أجل من لا يستطيع أن يفتح فمنا جميل للحق أخيرا شيد بطرس الأزمة الحالية هذه كيف تتلمسون الحلول لها هل ثمت بوادر حل بينكم وبين من يطالبون بحقوقهم خصوصا بعد حديث السيدة الوزيرة اليوم وبعد حديثك الأنهب نحن نتكلم بكل صراحة ما الجانب المعني بنا في وزارة الشهون الدينية والأوقاف نستطيع أن نعالجه نعالج الجانب المعني بنا ما هو الجانب المعني بكم؟ الجانب المعني بنا تكلمت عنه سابقا قلت لك مسألة الإفادات التي كانت تخرج وهذه يسميه البعض في الشارع السوداني عملية تمكين لجان أو عملية تمكين بعض القساوس هل هناك جانب غير معني بكم؟ هناك جانب لست معني بنا هذه الجوانب عملية تبديد الأموال وعملية امتلاك أو تكفيل المدارس الإنجيلية هي لست معني بنا في وزارة الشهون الدينية والأوقاف هي معني بالشق الآقر من الفريقين المنقسمين داخل الكنيسة الإنجيلية المشيقية في السودان ومن جانبنا نعالج جانبنا أما مسألة العقارات مسألة الأصول نحن لدينا به شيء أو لستم يطالبوننا لم نبدد أموال الكنيسة ولم نقف ضد أحد من أداء دوره التعبدي وبالعكس نحن الآن نفتح شراكة واضحة بين كل مكونات الشعب السوداني أن هناك حقوق أصيلة حق الإبادة حق التملك حق تلك الحقوق لا يمكن التقاضي عنها وتلك الحقوق لا يمكن أن نقف بعيدا عنها بل نحن ندعم تلك الحقوق ودورنا في وزارة الشهون الدينية والأوقاف هي دور إشرافي فقط هذا الدور لن يسمح لنا ولن يجعلنا نحن نتدقل في الشؤون الداخلية المعني بالكنيس ولن نتجاوز دساتيرها ولن نتجاوز لوائح الفروع والمراكز الكنسية في السودان نحن على قتنا تؤسس حقيقة عندما يطبق النص الكنسي النص المعني بالدستور المسيحي داخل الطائفة المعنية ومن بعد ذلك نحن في وزارة الشؤون والدينية والأوقاف علينا بمساعدة المسيحيين في آداء دورهم الريادي والقيادي ودورهم وفتح شراكة أصيلة بين المكونات المختلفة الدينية في السودان لسياقة واقع التعايش السلمي بين مكونات الشعب السوداني جميل سيد رافت في ثلاثين ثاني هل تشعر أن الطائفة الإنجلية المشيخية وطائفة المسيحية المختلفة في السودان بعد الثورة تصير في طريق أفضل؟ هذه الحياة هذه المعجزة المسيحية ومعجزة الإنسان أنه يتغير ونشكر الله لأني التغيير الحاصل في وطننا السودان وما ننشده من التغيير ليس في السياسات فقط لكن تغيير للتفكير أنه الشعب يغير فكره ويغير توجهاته أنه هناك آخر في هذا الوطن هناك آخر له حق في هذا الوطن هذا هو التغيير الذي ننشده وهذا هو الذي يضمن أنه استمرار الحرية واستمرار العادلة يجب أن نعوض في أعماقنا ونصل لإنسانيتنا ونعمل على تغيير قيامنا بقيم الإنسانية الجديدة وهذه التي تضمن حقيقة أنه أي شخص ليس المسيحي فقط وليس من ينتمي لقبيلة معينة فقط بل كل شخص في هذا الوطن يجد ما يستحقه من حقوق في هذا الوطن العظيم شكرا جزيلا سيد رأيفة سمير مسعد رئيس مجلس الطائفة الإنجے المشيخية بسودان شكرا جزيلا على حضورك وعلى إفادتك شكرا أيضا لك سيد بطرس بدوي علي مستشار وزير الشؤون الدينية والعقاف لشؤون المسيحيين بوزارة الشؤون الدينية والعقاف شكرا جزيلا لك سيد بطرس على حضورك وعلى إفادتك شكرا جزيلا لكم مشاهدين الكرام فاصل ونعود للملفنا ثاني